خطأ قانوني ترتكبه مجالس المحافظات في تشكيل الحكومات المحلية سيعرضها للطاعن بسبب انتخاب المحافظة في نفس جلسة التصويت على رئيس المجلس ونائبه لأن القانون أعطى ثلاثين يوما للترشيح لأنه قد يكون الفائز من داخل أو خارج المجلس أو امرأة وليس رجلا كما أن الأمر يحتاج إلى إجراءات تتعلق بالمساءلة والعدالة والأدلة الجنائية من ناحية الشروط لذا فإن المحاصصة التوافقية ضاغطة وتسبب خطأ قانوني واضح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليمة يضع سقوفا زمانية حتمية غير مقترنة بالجزاء أي ليست تنظيمية تجيب على مجلس المحافظة المنتخب عقد جلسته بعد 15 يوما من مصادقة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأداء اليمين القانونية أي أن الشخص أصبح عضوا في مجلس المحافظة السقوف حدد الثلاثين يوما وفق المادة السابعة لانتخاب حكومة المحافظة وفي حالة عدم عقد الجلسة هناك شقين الأول الذهاب إلى المحكمة الاتحادية من قبل الأطراف المتضررة في إشارة إلى الأعضاء الذين يريدون عقد الجلسة سنادا إلى المادة 93 والتي تعطي للمحكمة صلاحية الفصلة في النزاعات والقوانين أما الشق الثاني فهو مجلس النواب لأنه وفق قرار المحكمة الاتحادية يملك الرقاب عليها وهو من قام بحلها قبل سنوات المحافظون وفق المادة 26 من قانون المحافظات يباشرون مهمهم بعد صدور المرسومة الجمهوري أي بعد انتخاب المحافظة من قبل المجلسة ولا يمكن أن يباشر عمله إلا بعد صدوره وبخلاف ذلك يستمر النائب الأول في تسيير شؤون المحافظة وكاله ولا يحق له التعيين أو التوظيف وتبقى يده مغلولة كما جاء في الفقه الدستوري